اتعاملنا ازاي مع قضايا التحديات ساتر إيس كان خاض تجربة تحدي التحدي تحدي التحدي تسلم مصر وأمام كل التحديات داية كل حاجة كانت في البلد فيها تحدي وواجه هذه التحديات وتحمل هذه المسئولية رغم ايه كل هذه الصعوبات وكل هذه التحديات اللي هي يعني كنا عايزة قول ايه ارهاب في كل حتة في البلد في اليوم خمسة وعشرة عملية ارهابية في اليوم انا بتكلم 2013 و2014 لحد 2017 18 19 بتكلم كده يعني شوفوا 2013 كان ايه ومصر 14 كان و15 قديه و16 وخدوا انتوا جايين بقى بلد في كل حتة فيها شعلة نار في كل مكان شعلة نار ما كانش فيها حتة هدية او امنة ورغم ذلك بكرم من ربنا سبحانه وتعالى وبارادة لن كل هذه الامور ارادة عشان انا نسيت مش انا يعني ده انا فاكر كويس اوي فاكر كويس اوي انا ما انساش عمري ما انسى ولا انسى لحد ما موت اللي عمله هذا الرجل من اجل هذا الوقت